غضب الطبيعة يضرب ليبيا ويحول مناطق فيها إلى مستنقعات كيف وصلت العاصفة والإعصار وما أسباب هذه الفيضانات التفاصيل مع الزميلين جول قارح وبيترا أبو حيدر بيترا فضلي مساء الخير يزبك لإلك ولجميع المشاهدين للأسف 3000 أتيل هي حصيلة الفيضانات لهلأ بدرنا بليبيا إضافة لعشر تلاف مفقود وألاف الجرحة الزميلة جول قارح معنا تنفهم أول شي كيف تحولت العاصفة دانيال يلي بلشت باليونان للأعصار دانيال يلي ضرب شرق ليبيا جو مساء الخير خبرنا كيف تحولت العاصفة باليونان لأعصار بليبيا نعم مساء الخير بيترا أول شي ومساء الخير لجميع المشاهدين بالواقع بيترا مثل ما نحن نشوف بالخارطة الجوية كان في عنا عاصفة عم بتسيطر على جنوب غرب الجزر اليونانية بالنقطة البيضة اللي عم نشوفها هون هيدا العاصفة من ثم رجعت توجهت بالأيام الماضية جنوبا وانحرفت شوية نحو إيطاليا ومن ثم رجعت انحرفت نحو شمال ليبيا مثل ما نشوف بالنقطة هالمخفض الجو أو العاصفة عادةً لما تمر فوق مسطحات مائية يعني بحار أو محيطات تكتسب رطوبة كتير عالية وبترجع بس توصل فوق السواحة أو فوق اليابسة بترجع هال الرطوبة يلي أخذتها بترجع بتفضيها بمحلتين على شكل أمطار وهذا يلي صار بشمال ليبيا للأسف كمية متساقطات هائلة كانت بسبب العصار يلي ضرب ليبيا من يومان يعني هذا يلي بدنا نحكي عنه كميات أمطار كثيفة هي يلي قدت للسيول والكوارث اللي شفناها بس هل في أرقام دقيقة عن كمية المتساقطات وبأداء وقت بطبيعة الحال بيترا السبب الرئيس هو كمية المتساقطات مثل ما تفضلت حضرتك يلي تساقطت بليبيا يقدر أنه الكمية اللي نزت هي 400 مليمتر أنا بدي أعطي مثل صغير مشاهدينا بلبنان على السواحة اللبنانية أكان ببيروت أو بترابلس أو بصور تتساقط بيتساقط حوالة 800 إلى 820 مليمتر خلال موسم كامل موسم كامل يعني عنا تقريبا حوالة 90 يوم مطري يلي تساقط بليبيا هو النصف يلي بيتساقط عنا بموسم كامل بغضون أقل من 24 ساعة بيترا يلي هو رقم يمكن استثناء حول العالم يقال أنه الـ 400 مليمتر هي كمية المتساقطات بكل السنة بليبيا هل صحيح هذا الموضوع؟ صحيح بليبيا بتساقط بين 300 و 400 مليمتر خلال كل موسم المطري تساقط بأقل من 24 ساعة هذا السبب يلي أدى إلى الكوارس اللي شفناها السبب الرئيس إذا فينا نقول أنا وياك تجو رح نطرح سؤال على ياسبك ياسبك يعني نحن بنعرف أنه طبيعة الأرض بدرنا هي ترابية أو رملية هل هذا الشيء أثر على حجم الكارثة الكبير أو ما إلا علاقة؟ لا بطبيعة الحال أثر هذا الموضوع إضافة للكمية الهائلة من المتساقطات المطرية اللي نزلت واللي تقدرت بـ 400 مليمتر درنا بتقع بطرف وادي مديني بطرف وادي هيدا الوادي في علا سدين وخلينا نشوف نحن وياكم مشاهدين هادي السدين يلي هنهار الأول بسبب كثافة الأمطار يلي نزلت نهار هالسدين نهار الأول ورد تاني السد الأول يلي هو السد الأكبر من عمله الصياني يمكن ولكن حجم الأمطار الهائلة يلي نزلت هو يلي سبب انهيار السد الأول وفيضانه ومن ثم صار فيه انهيار للسد الثاني ارتفعت المياه ما بين خلينا نشوف هيدا الانهيار هالسد وهالكريب هذا وادي وهذا وادي هذا الوادي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي تراب اللعبة تراب تراب وعليه الحير حلوك حير معه تراب 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 إذن شفنا السد الأول يلي أطاحت فيه المياه علما أنه مثل ما قلنا هذا السد هو سد ترابي ولكن كمية المتساقطات الهائلة هي اللي سببت بها الأمر وفي سد تاني كمان نهار وانجرفت المياه وراحت بسرعة هائلة نحو مدينة درنا وخلينا هلأ نشوف حجم المياه يلي فات على المدينة عم نشوف كمان بهذا الفيديو وسط مدينة درناية اللي مثل ما قلنا هي مدينة بتوقع بين جبلين وشفنا عم نشوف هون حجم السيل خلينا نتابعوا نحن وياكم بهالسرعة القصوية اللي عم يجي فيها أول ما وصل على المدينة أطاح السيل كله بوسط المدينة ارتفاعوا مباني 5 إلى 15 متر لأرض ترابية نجرف كل التراب من تحت المباني ومن تحت المنازل وهيضا هو السبب يلي سبب الانهيارات السريعة للمباني الناس ملحق تظهر أول شي كان في أمطار ناس عم يتفرجوا بعضهم وصار في سيل عم نشوفهم كمان نحن كيف هالسيارات بلشت اطفيض وتسحبها الأمطار وشوي شوي مع انهيار السدين بسرعة هائلة نهارت المباني بوسط المدينة ولا سيما على تقريبا 25% من مساحة درنع هذه الانهيارات ما خلت الناس أنه يهربوا مشان هكا هذه القتلة مقدرة أنها توصل ربما لعشر تلاف لأنه المفقودين هنا بهذه الحدود ليبيا يعني بلد مثل ما بنعرف اليوم فيه حروب وانقسامات على صعيد الحكومة والسلطة هل البنى التحتية أثرت على هذا الموضوع وغياب الخطط الواضحة برأيك؟ بيقولوا المسؤولين المحليين بليبيا أن البنى التحتية داخل المدينة سليمة إلا أنه لم تتحمل هذا الحجم الهائل من الأمطار والسيول الكبيرة ربما ثغرة الوحيدة هي عدم إجراء صيانة للسدين ولكن بنظر خبراء أكتر 400 مليمتر ب24 ساعة ما كانوا رح يتحملون السدين حتى لو فتحت المصارف لألن أو حتى لو كان صار فيه حتى صيانة يعني حتى لو كان في صيانة رح تكون الأضرار نفسها أو يمكن أقل شوي شكرا ياسبك رح نرجع عندك جو يعني خبرنا اليوم وين صار دانيل اليوم بأولى ساعات النهار بيترا المخفض دانيل أو الأعصار دانيل توجه نحو السواحل المصرية حتى إلى تساقط أمطار بعضها كان غزير لكن أكيد لا تقارن مع الأمطار التي تساقطت بمصر هلأ بالساعات القليلة المقبلة لح يرجع يكفي نحو الشرق نحو شبه جزيرة سيناء على السواحل وأجزاء من جنوب السواحل الفلسطينية على أنه يرجع يتلاشى بما أنه الرطوبة لح تتدنى بشكل كتير كبير من بعد ما أفرغت كل هالأمطار خلال مصاره من ليبيا نحوها هل كان ممكن يوصل على لبنان هيدا الأعصار؟ إذا منشوفها الخريطة لو انطلق الأعصار فرضا من جنوب تركيا ونزل جنوبا ورجع إجا شرقا يمكن أكيد كان تتأثر في لبنان بشكل أو بآخر هل ممكن نشهد أعصار في لبنان أو هيك ضواهر يلي عم نشوفها حول العالم؟ بطبيعة الحال العالم كله تقريبا وخاصة الدول المحيطة بالشارق متوسط ببحر المتوسط عم بتعيني من التغير المناخي يلي كل يوم عم نحن عم نحن بات معلوم طبعا ونحن جزء من هيدا العالم في احتمال أكيد أنه يوما ما لبنان يتأثر أكيد بموجات حر أو بموجات مطر وفيضانات لا سمح الله لكن هيدا الواقع صار بدنا نتأكل معه هل في موجة أمطار قريبة هلأ بلبنان أو بعدنا؟ اليوم الحرارة كانت عالية بدأت تنخفض وبيبقى مستقرة طاقص ما في عنا أمطار لكن بيترا أنا بدي شدت على موضوع نحن قابلين على موصل مطري لو مرة نكون مسؤولين يعني نطلع البعيد ونعرف نخطط ونعرف نواجه شو يلي جين نحن بلبنان إذا بشتة 50 مليمتر بنهار عم بتطوف الترقاط كيف إذا صار في شي عنا مثل اللي صار بليبيا لا سمح الله لذلك بدنا نكون مسؤولين ونعرف نخطط البعيد ولو لمرة وهيدا شي كمان قلته أنه مع التغير المناخي ومعرضين بأي لحظة بزمن التغير المناخي أنه نواجه ظروف أقصى من اللي منعرفها حد يعني وهلأ المطلوب من المسؤولين التفكير تخطيط يسألوا حالهم شو فينا نعمل هل العالم اليوم كمان فكروا يوقفوا يكبوا مثلا النفايات على جوانب الترقاط تما تتسكر مجاري صرف مياه الأمطار وغيره وغيره كتير فكروا هيدا أهم بكتير من الانقسامات اليومية ما هيك يا سبك لا شك بيترا ونتأمل أنه هالكلام يكون له صدى عند المسؤولين